الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا معهم يا رب بمنك وكرمك وأنت أرحم الراحمين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات المصير تركنا العبد في اللقاء الماضي على فرش الموت وهنا في هذه اللحظات تتجلى الخواتيم أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة من أيام قليلة لعلكم رأيتم جميعا هذا المقطع المؤثر لهذا الشيخ الفاضل الذي توفاه الله جل وعلا وهو في قبلة الصلاة بعد أن أدى صلاة العصر في مكة المكرمة أي خاتمة هذه ولعلكم رأيتم ذلكم الرجل الذي توفي وهو يقرأ القرآن الكريم أي خاتمة هذه وقد ذكرت قبل ذلك قصة شاب أمريكي دخل على إخواننا في مسجد من مساجد مدينة بروكلين وقال لهم أريد أن أكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم دلوني على الإسلام فدلوه على الإسلام اغتسل ونطق الشهادتين وعلموه الصلاة وفي اليوم الثالث من إسلامه جلس إلى جواره رجل من أبناء المسجد وقال يا أخي والله إني لأحبك في الله ولقد أبهرني خشوعك في الصلاة وشعرت بخجل شديد من نفسي لكثرة بكائك من خشية الله فما الذي تفعله وما الذي تصنعه ومن أنت وما هي قصتك وما هي حكايتك فأخبره أنه منذ سنوات يبيت كل ليلة باكيا بين يدي الله متذللا متضرعا أن يدله الله عز وجل على الدين الحق قال وفي الليلة التي دخلت عليكم صبيحة رأيت عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يشير إلي بأصبعه السبابة ويقول لي كن محمديا كن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فخرجت إليكم وشرح الله صدري للإسلام يقسم الإخوة بالله يا إخواني دخل معهم صلاة العشاء وفي الركعة الأولى سجد لله جل وعلا رب الأرض والسماء وما رفع رأسه من السجدة حتى انقضت الصلاة وهو ساجد بين يدي الله فأسرعوا إليه فوجدوا أنه قد فارق الحياة وفاضت روحه إلى ربه ومولاه أي خاتمة هذه؟ وهذا مؤذن ظل يعمل مؤذنا حسبة لله سنوات طويلة وفي آخر العمر مرض حتى حرمه المرض من الذهاب لرفع الأذان وفي يوم موته بكى وتضرع إلى ربه وقال يا رب أحرم من الأذان في آخر عمر يا رب لا تحرمني هذه النعمة وهذا الفضل وفي هذا اليوم وهو متوضع في وقت صلاة العصر وقف على سرير مرضه ورفع الأذان بصوت مرتفع جميل على سرير المرض وهو يقول في آخر كلمات الأذان لا إله إلا الله وقع على سرير مرضه فأسرعوا إليه فوجدوا روحه قد فارقت هذا الجسد الطاهر إلى الله جل وعلا يا إخوان لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي الأمين إنما الأعمال بالخواتيم اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة ولا أنسى هذا الرجل من شرق أسيا ربما كان باكستانيا أو هنديا والله لا أنساه حين دخلت خيمة الحج في ميناء يوم الحج الأكبر بعد عرفة وبعد رمي جمرة العقبة قضينا عرفة وبتنا بمزدلفة ودخلنا إلى ميناء فرمينا الجمارة يوم العيد ثم عدنا إلى خيمتنا وأحضر بعض إخواننا الإفطار وجلسنا لنتناول طعام الإفطار في صباح يوم العيد والله يا إخواني أتى رجل كبير بشيبة منيرة مضيئة ورفع لي الهوية التي يعلق في صدره لأدله على مكان مخيمه وأنا لا أعرف لغته ولا أستطيع قراءة ما بهذه الهوية فأشرت إليه أن اجلس وتناول معنا الإفطار فإذا ما أفطرت خرجنا معك إن شاء الله وسألنا أحد إخواننا من رجال الأمن السعوديين ليصف لنا مكان مخيمك لتصل إليه إن شاء الله ونحن معك لأنه رجل كبير جدا طاعن في السن والله الذي لا إله غيره أفطر معنا وشرب الماء وشرب كأسا من الشاي ثم مال برأسه فأسرعنا إليه فوجدنا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا أي خاتمة هذه يقف على عرفة ثم يأتي ويتناول معنا الإفطار وقد قدر العزيز الغفار له معنا هذا الطعام قبل أن يلقاه ثم يموت وهو لا زال بملابس الإحرام يبعث كذلك بملابس الإحرام لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه ولا أنسى هذا الطالب من طلابي الذي جاءني يوما ليقول لي ادعو الله لوالدي لعل رجلا من أبناء هذا المجلس المبارك يكون مستجاب الدعوة فدعونا لوالده ثم قلت له ولدي لماذا تبكي دلني كيف مات والدك فقال والله لقد مات موتة مؤلمة لقد دخل دورة المياه أعزكم الله ووقف على الحوض ليخرج ما في بطنه فلما تعب من القيام جلس وبرك على ركبتيه أمام المرحاض وكلما أراد أن يقي وأن يخرج ما في بطنه وضع فما هو في المرحاض وهو على ركبتيه ثم صرخ صرقة وانقطع صوته بعدها ثم دخلنا عليه بعد ذلك فوجدنا روحه قد فاضت وتركت هذا الجسد ووجهه في قلب المرحاض فقلت بالله عليك سل والدتك ماذا كان يصنع والدك فقالت له كان لا يصلي قلت أعلم خطر الصلاة لكن هذه الخاتمة لها سبب آخر سلها مرة أخرى قالت له نعم لقد كان والدك يتعامل بالربع فيخرج الألف ألفا وخمسمائة ولا حول ولا قوة إلا بالله قلت هذه نهاية آكل الربع أكل الحرام فليأكل الحرام وليمت عليه وليبعث عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا أريد أن أطيل في مشاهدي سوء الخواتيم فوالله إنها لكثيرة لكن إنما الأعمال بالخواتيم أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة اعمل لهذه الخاتمة اعمل لهذه الخاتمة قل آمنت بالله ثم استقب ثم اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الغافل المغرور بطول الأمل دعنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب في اللقاء المقبل إن شاء الله نواصل السير على الطريق إلى المصير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المصير لكل الخلق عنوان فرجح